اشتركوا في القناة المميزة والقريبة من قلبي لأنه احنا اشتغلنا في امكان عن قرب مع مدارس التربية الاسلامية ومع دكتورة اسمى القاضي وكان لنا الشرف بذلك واحنا نتحدث عن تجربة مدارس التربية الاسلامية في التعامل بمرونة مع كافة التغيرات وخصوصا فيما حدث خلال العام السابق معكم سارة زيني وأنا سأكون بإذن الله مديرة هذه الجلسة وحتناقش مع دكتورة اسمى بخصوص تجربتهم دكتورة اسمى حاصلة على الدكتورة في القيادة التربوية والمؤسسية من جامعة بنسلفينيا لها خبرة تمتد لأكثر من 15 سنة في مجالات القيادة وبالتحديد في مجالات التحول والتطوير المدرسي لها مشاريع كثيرة رائدة في هذا المجال في مجموعة من المدارس في الرياض حالياً هي تعمل كمديرة للتطوير والجودة في مدارس التربية الإسلامية وكما أن بحث الدكتورة الخاص بها متخصص في الذكاء العاطفي للقيادة للقادة المدرسيين في المملكة العربية السعودية أهلاً وسهلاً بك دكتورة اسمى أهلاً بك أهلاً أهلاً طيب دكتورة اسمى خلينا كده ندخل على الموضوع على طول إذا تحكي لنا عن تجربة مدارس التربية الإسلامية بالتعامل عند إدارة الأزمات كيف تعاملت المدرسة بشكل عام؟ طبعاً مدارس التربية الإسلامية لما بدأ موضوع جائحة الكورونا يعني إحنا كنا محظوظين لأنه كان عندنا بنية تحتية قوية strong infrastructure كان عندنا نظام إدارة تعلم نتعامل معه مدربين عليه المعلمين والطلاب من قبل تقريباً خمس سنوات فالانتقال للتعليم عن بعد كان بالنسبة لنا أسهل يمكن من بعض المدارس الأهلية فلما بدأ التعليم عن بعد وضعنا خطة خطة واضحة تنفيذية وضعنا مشاريع مهمة نركز فيها على الأولويات وعلى التأكد من جودة الحصص الافتراضية لما وضعنا الخطة أجزاء من الخطة كانت أنه إحنا لازم نتأكد أننا نحدث الأدلة والسياسات الخاصة بالمدارس بحيث تتوافق مع التعليم عن بعد وتكون واضحة لجميع الأشخاص اللي لهم علاقة في الموضوع زي المعلمين، زي الطلاب، زي أولياء الأمور بعد ما وضعنا السياسات والآليات تأكدنا من تدريب كمان الفئات المستهدفة تدريب المعلمين على تقديم اللي هي الحصص الافتراضية تدريب الطلاب على الحصص الافتراضية وتدريب حتى أولياء الأمور جهزنا تدريب خاص بأولياء الأمور ليكونون على معرفة بنظام مدارس التربية الإسلامية واللي نستخدم فيها طبعاً وجزء منها كمان كان عندنا لأننا عدلنا السياسات كان عندنا استمارة جديدة خاصة بالحصص الافتراضية استمارة حضور غيرنا الاستمارة لأن الحضور الحصص العادية تختلف عن حضور الحصص الافتراضية فطورناها، عدلناها، دربنا عليها وصار عندنا من فريق الجودة والتطوير فريق يحضر في جميع المراحل المختلفة عندنا احنا كمدارس التربية إسلامية هي مدارس عريقة يعني أكثر من خمسين سنة متأسسة فلما جهزناها تأكدنا من أنه الكل يحضر ويحط بيانات ونشارك البيانات في نهاية كل ربع مع جميع من سوبي المدارس عشان نشوف كيف نقدر نحسن من الحصص الافتراضية هذا بشكل مختصر يعني كيف تعاملت مدارس التربية الإسلامية مع الجائحة ممتاز، طب من قبل الجائحة هل كان عندكم أي جهود في جمع البيانات؟ نعم أيوة نعم طبعا بدأنا احنا إذا تذكرين سارة قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات مع إمكان التعليمية اشتغلنا على مشروع جديد سمنا مشروع التطوير من جيد إلى أفضل لما بدأنا بدأنا في كل يعني أخطنا خمس أهداف استراتيجية وسبعة عشر مبادرة مبنية على أنه نعمل على توثيق جميع السياسات وعلى بناء بنية تحتية وعلى وجود بيانات تدعم في التطوير واتخاذ القرارات بناء على البيانات فهذا كان كله من قبل الجائحة فساعدنا خلال الجائحة أن يكون عندنا بيانات ونقدر نطور بناء عليها ممتاز لأنه واحدة من الأشياء اللي ملاحظتها من الممارسات الجيدة واللي برزت بشكل واضح أثناء المؤتمر أنه المدارس اللي استطاعت التعامل بمرونة مع التغيير بغض النظر هي جائحة وما إلى ذلك هي المدارس اللي كانت البنية التحتية عندها أصلا قوية يعني من قبل الجائحة كانت عندهم ممارسات فاعلة في مجال التعليم وبغض النظر عن الصعوبات اللي بتواجههم طيب دكتورة أسمى الصراحة حب أستفيد منك فيما يخص موضوع الذكاء العاطفي يعني واحدة من الأشياء اللي لاحظتها أو يعني عموما عند التعامل مع المشاكل أو عند الأزمات لازم القائد المدرسي والمعلمين يتعاملوا بدرجة عالية جدا من الذكاء العاطفي يعني كلنا كنا خايفين وقت الأزمة كلنا كنا متوترين ولكن برزوا القادة اللي حقيقي قادوا السفينة بكل ثقة وبكل ذكاء بالرغم أنه هم يمكن كمان يكونوا متوترين لكن عرفوا ينقلوا المؤسسة التعليمية بسلاسة وبمرونة نحو التعلم عن بعض بطريقة فعالة فبرأيك ما هو دور الذكاء العاطفي في النجاح عند التعامل مع الأزمات طبعا بالنسبة للذكاء العاطفي في نظريات مختلفة لكن أنا رح أبنيها بناء على نظرية جولمن دانيل جولمن اللي هي أشهر النظريات الذكاء العاطفي هو شقين أو جزئين جزء يعني بمهارات ذاتية للشخص وجزء يعني بمهارات الاجتماعية للشخص المهارات الذاتية اللي هي الوعي الذاتي والتحكم الذاتي تساعد الشخص لما تكون عالية في إدارة الأزمات ليه؟ لأنه أولا يعرف مشاعره عنده وعي ذاتي بمشاعره وإيش اللي قاعد يتفاعل معها وبالتالي يقدر يتحكم في مشاعره أكثر ويعرف كيف يتعامل مع مشاعره فالتحكم الذاتي كمان أنه يقدر يتحكم بمشاعره يعرف لما يغضب إيش يصير في الجسمه ويعرف إيش اللي يحتاج يسويه لما يتوتر الجزء الثاني اللي هو المهارات الاجتماعية مهمة لأنه فيها الوعي الاجتماعي فيها دارة العلاقات الوعي الاجتماعي يعرف أنه الأشخاص اللي حوالينه كلهم مختلفين ويتعاملون مع الأزمة بشكل مختلف مول كل مثل مثله ولا الكل مثل زميله في العمل فلازم يكون عنده وعي اجتماعي يتعاطف مع الجميع يقرأ لغة الجسد عندهم يعرف كيف يهديهم يحس بتوترهم ويعرف كيف يهديهم وإدارة العلاقات كيف يأثر عليهم بشكل إيجابي كيف يكون عنده روح الفريق كيف يقدر يستمع لهم مو فقط هو يتكلم عنده حسن استماع فيقدر يتخذ قرارات مع الجميع مع الفريق خلال الأزمة ما يحس أنه هو اللي لازم فقط ليتخذ القرارات بدون ما يشرك الجميع وبالتالي هنا لما يكون عنده هذه المهارات اللي هي الذكاء العاطفي يكون تعاملوا مع الأزمة أفضل بكثير من لو كان ما عنده مهارات الذكاء العاطفي طيب لو أنا قائدة وشعرت أني أنا ما أعرف نفسي أو أنا خليني أسأل السؤال بطريقة أخرى يعني في مجتمعنا عهوما المصطلحات اللي تتعبر عن المشاعر هي إما أنا حزين أو سعيد ما نعرف حتى نعبر عن مشاعرنا بشكل دقيق متوتر خائف يعني حتى باللغة الإنجليزية بيعلموا الأطفال في برامج الذكاء العاطفي للأطفال يعني طيف المشاعر المتنوع وخلوا الواحد يتعرف أول شيء يلاحظ هذه المشاعر في نفسه ويعبر عنها فإحنا يعني لما يعني قائد مدرسي وعنده خبرة كيف ممكن في البداية أولوك يعني كل هذه السنوات ما هو عارف كيف يعبر عن مشاعر وحتى في مجال التعليم ترى دائما ينظر إنه قائد المدرسة لازم يكون شوية بلا مشاعر كيف ممكن نكسر هذا الحاجز طبعا هو في فهم خطأ إنه أنا لما أكون أعبر عن مشاعري أنا ضعيف وهذا العكس تماما لأنه اللي ما عنده مشاعر ما يقدروا يوصل للآخرين اللي يحط بينه حاجز بينه وبين الآخرين ما يكون عنده ما يقدروا يصل لهم طبعا أنا ممعناني لما أنا أعبر عن مشاعري معناها أني أنا أصرخ في الآخرين لا يعني طبعا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب فال عنده مشاعر لكن يقدر يتحكم فيها ويعرف مشاعر يحس إنه هو رح يضايق يحس إنه هو رح يأصب فيتحكم في مشاعره ويعرف هو إيش اللي يهدي منه في ناس يهدون لما يقرؤون في ناس يهدون لما يمشون في ناس يهدون لما يصلون فيصير هو عارف نفسه ويعرف كيف يهدى عشان يتحكم فيها فكيف نخلي الوعي إجابة على سؤالك كيف أزيد الوعي أولا أشتغل على نفسي في مهارات الذكاء العاطفي أقيس مهارات الذكاء العاطفي عندي في اختبارات كثيرة تقيس مهارات الذكاء العاطفي عندي ولازم أحلها بشفافية عشان أعرف أنا وين نقاط القوة ونقاط الطبع لما أبنيها أنا كمان أشتغل على أني أبنيها بفريقي لأنه كمان في حتى دراسة أنه فريق عنده ذكاء عاطفي قوي كفريق يعني emotional intelligence of a team يعني فيه صار حتى دراسات أنه كيف هذا الفريق عنده ذكاء عاطفي وكيف فريق ما عنده ذكاء عاطفي مع بعض فأشتغل عليها أنه عادي أننا نعبر عن مشاعرنا وعادي أننا نتعامل معها بشكل سليم كل ما عبرنا بمشاعرنا نتاك أن نعبر بطريقة سليمة يعني موني أنا أعبر مشاعري بس عبر بطريقة سليمة هذا يخلي الناس تحس أوكي أنا عادي أعبر عن مشاعري نفس الشيء مع الطلاب لما أخليهم يتعودون أنه يعبرون عن مشاعرهم ما أقوله اللي صيح صياح هذولي الناس الضعاف لا خليه أعبر عن مشاعره أقول له إيش يلا فكر إيش اللي خلاك تبكي إيش اللي خلاك ضايقك عبر عن نفسك تأمل فهذا كله يساعد أنه يصير في وعي أنه طبيعي أني أنا أتعامل مع المشاعر أنا إنسان في الأخير ما أقدر أقول المشاعر هي ضعف ولازم أتعامل معها بشكل سليم أنا كلما كبت المشاعر كلما رح فجأة تنفجر بالشكل الخطأ وفي المكان الخطأ صحيح صحيح طيب فيه سؤال تاني كده خطر على بالي وإنت بتتكلمي يعني أولياء الأهور برضو يمكن يصعب عليهم يشوفوا المدرسة مرتبكة بالزاد في بداية بداية الأزمة يعني إبغوا يحسوا أو يشعروا أنه المعلم مسيطر على الطلاب قيادة المدرسة عارفة إش بتسوي مع أنه هذه الجائحة أول مرة تحصل لهم في حياتهم كلها وعمره ما أحد كان مستعدا لها أبدا فكيف ما زئت كيف نبني الثقة مع أولياء الأمور وفي نفس الوقت نذكرهم أنه ترى هذه المعلمة هي إنسان برضو هي مرتبكة وهي خايفة ويمكن عندهم فقدوا دخلهم أو عندها أولادها جوالبيت فكيف نقدر نوازم بين الكفتين في نفس الوقت نحافظ على العلاقة الاحترافية طبعا هذه جزئين جزئين أنا لازم أتأكد أن المعلمين عندي والمعلمات مدربين ومجهزين كيف يتعاملون مع الأزمة أنا لو أترك المعلمين ولا أدربهم وأتوقع أنهم يعلمون نفسهم كل ما زاد توترهم كل ما بان توترهم لا أولياء الأمور فأنا لازم أكون مع المعلمين مدربتهم نفس الشيء مع أولياء الأمور يكون فيه زي الندوة شرح إيش اللي قاعد يصير في المدرسة إيش اللي عملت عليه المدرسة وإيش التحديات اللي ممكن نواجهها وكيف إحنا نحتاج دعمهم لما يصير فيه وعي ويصير فيه شفافية بين المدرسة وبين أولياء الأمور تقبل أولياء الأمور يكون أفضل كل ما كان فيه عدم مضوح وما فيه باب مفتوح بيننا وبين أولياء الأمور كل ما توتروا أكثر وكل ما الضايقوا فهذا يساعد على أنه يقلل من التوتر ونفس الشي أنا لح أرجع للذكاء العاطفي هنا لما أنا كن بنيت ذكاء العاطفي عند المعلمين توترهم مرحبان حتى خلال الأزمة لأنه كل ما توتر القائد وتر اللي حوالينا والمعلم كل ما توتر وتر الطلاب ووتر اللي والطلاب إذا توتروا أو ليأ أمرهم بيتوترون فكل ما بنينا هذه المهارات الأساسية اللي إحنا نعتقد أنها غير مهمة ونشتغل على الأكاديمي فقط كل ما كان أداءهم في الأكاديمي أفضل فإحنا هذه المهارات فعلاً لازم نشتغل عليها صحيح طيب لو في عندنا قائد حابب ينمي هذه المهارات عنده أو أنا أقول لك كيف سمات القائد صاحب الذكاء العاطفي الناجح إيش بيعمل يومياً داخل المدرسة جميل طبعاً إحنا تكلمنا عن أربع عناصر للذكاء العاطفي بشكل مختصر اللي هي بناء على نظرية جولمان فالقائد اللي عنده ذكاء عاطفي عالي بالنسبة للوعي الذاتي خاصة سواء عند الأزمات أو عند قيادة المدرسة يكون صادق مع نفسه ومع الآخرين وذلك من خلال التأمل يتأمل بسلوكه يتأمل يراجع نفسه يتأمل تعاملاته مع الآخرين يسألهم إيش رأيكم اليوم يأخذ رأيهم ما يحسسهم إذا شاركوا رأيهم إنه عنده في مشكلة وحتى لو قالوا لو الله اليوم كأنك كنت مضايق لا صدق أشي اللي خلاكم تشعرون أني مضايق في شي سار لا من قال أنا مضايق أنتوا قاعدين تتخمنون فهنا يتعامل معهم بطريقة يكون صادق مع نفسه هذا بالوعي الذاتي يعرف نقاط ضعفة يعرف وين يعترف بخطاءه أخطأ يقول أنا أخطأ ما يحسسهم أنه أنا هو ما أخطأ نفس الشيء المعلم لما يخطأ عادي يقولون أنه أخطأ ما يقول لهم أنا كنت أختبركم للطلاب لا أنه أي والله صح شكرا نبهتني لكن هذا يختبركم كلنا عارفينها جربناها ونعرف أنها تصريفة فلذلك هو أفضل أني أكون صادق معهم يستطيع التعبير عن مشاعره بشكل دقيق يفهم أثر مشاعره على نفسه أنه كلما كانت مشاعره سلبية كلما أثرت عليه يفهم أثر الأزمة عليه وعلى اللي حوالينا كقائد طبعا التحكم الذاتي اللي هو العنصر الثاني يكون عنده قدرة على التحكم مشاعره وتوجيهها بشكل سليم يعني لما يواجه مشكلات هو مضايق ما يجي يكون هو مضايق من البيت يقوم يحط حرته في الفريق العمل ويحط حرته مع الطلاب لا هو لازم يوجه مشاعره بشكل سليم ويساعده عشان ما تأثر على أداء كيف يتحكم مشاعره قلناها كل شخص له استراتيجيات عشان يهدى في ناس تمشي في ناس تورياضة في ناس تمارس اليوغا في ناس تحب تقعد على البحر أشياء معينة تخلي الواحد يعرف يتحكم بمشاعره يعرف تأثير مشاعره على قراراته لما يجي يكتب إيميل وهو مضايق يترك الإيميل يرجع لبعدين لما يجي يحس أنه هو مضايق مو بلازم يتكلم يفكر قبل ما يتكلم يحاول يفكر بكلامه قدرته على أن يقول لا للاندفاعية في ناس اندفاعية فهو لازم يعرف أنه ما يكون اندفاعي خاصة وقت الأزمة يشارك مع فريقة الوضع الحاصل ويناقشهم في اتخاذ القرارات وهنا عاد يجي الوعي الاجتماعي عند القدرة على التعاطف مع أعضاء الفريق أنه الكل يمكن زي ما أنت قلت يواجه الأزمة بشكل مختلف في ناس يمكن زوجهم فقدت وظيفته يمكن زوجته فقدت وظيفتها يمكن صار في أمهم جاهلة سمح الله كورونا صار لهم شيء فلازم يعرف أن الناس قاعدة تتعامل مع أزمة بشكل مختلف يحس فيهم هنا الوعي الاجتماعي يتعاطف معهم يشعرهم بهم ميتهم وبكذا يقدر يكسبهم أكثر يقرأ لغة الجسد لما يكون الشخص جالس ومتضايق يعرف أنه هو متضايق ما يقول هو ما قال لي أنه متضايق طبعا أنت حاسس أنه متضايق ما يحتاج يقول في ناس ما تعرف يتعبر يحاول يفهم وجهات النظرات المختلفة ما يقول لا أنت ليش وجهة نظرك كذا أنا أحس أنه هذا الصح كلما سمعنا وجهات نظر مختلفة كلما وصلنا لحل أفضل يحلل المواقف بشكل سليم يكون إيجابي ومتفائل كلما كان إيجابي متفائل كلما أثر على اللي حولينا وهنا يجي عاد إدارة العلاقات أنه يصير عنده لما يكون عنده وعي اجتماعي وتحكم ذاتي يصير عنده قدرة على قيادة الفريق وحل المشكلات بشكل فعال يقدر يقنعهم ويأثر عليهم لأنهم يحسون أنه هو صادق معهم وشفاف وقاعد يتكلم معهم فيقدر يأثر عليهم يكون هو قدوة لهم يقدر يوازن بين العقل والعاطفة ما يأثر عليهم وهذا كله يساعد في إدارة الأزمة بشكل سليم لما يشوفونه هو متوتر ويقول حتى أنا ما عارف هم بيتوترون فهو لازم يهدى كقائد عشان ما يأثر على الفريق اللي حوالينا هذا بالنسبة للسيمات للقائد اللي عنده ذكاء عاطفي طيب لو أنا حابة أنمي ذكاء العاطفي فهل هذا شيء أقدر أشتغل عليه ويقدر فعلياً يتنمى نعم وهذا أجمل شيء في الذكاء العاطفي في الذكاء العاطفي أسهل من الذكاء المعرفي من ناحية أنه يتنمى بشكل أسهل وهو ليس فقط فطري هو ممكن يكون فطري لكن ممكن أيضاً تنميته وهذه كل الأبحاث تدل على ذلك كيف أنمي كل عنصر له طريقة للتنمية وكل عنصر له طريقة أني أنا كيف أدرب نفسي يعني الوعي الذاتي لازم أدرب نفسي على التأمل وأخذ تغذية راجعة من الآخرين التحكم الذاتي أدرب نفسي على أني أمسك عصابي وكيف أتعامل معه وإش الأشياء التي تريحني لما أعصب ونفسي شيء لو على الاجتماعي أدرب نفسي على أني أقرأ لغة الجسد وأتعلم كيف أتعامل مع الناس وإدارة العلاقات كيف أقدر أأثر عليهم وفي طبعاً على أعناب كورس كامل على كيف أشتغل على مهارات الذكاء العاطفي ممتاز طيب إيش أبرز شيء أشتغلته عليه أو شعرتي أنه حقيقي يفرق معاكم في مدارس التربية الإسلامية لما جاء القرار على السنة اللي الفاتت أنه في يوم وليلة قفروا المدرسة فبالنسبة لك إيش كان أفضل شيء أو سمة القوة في المدرسة طبعاً كانت سمة القوة في المدرسة أولاً أنه كفريق قيادي جميعاً نشتغل كفريق فاجتمعنا على طول ووضعنا خطة تنفيذية وستراتيجية وشاركنا هذه الخطة مع المعلمين ومع أولياء الأمور فهذه كانت سمة قوة وحتى أرسلنا خطاب لأولياء الأمور أنه إحنا قاعدين نشتغل على خطة ورح نواصلكم فيها وكان عندنا بهذه السنة بدأنا برنامج اسمه برنامج حياة Life Program يهتم سبحان الله بدأناه وإحنا ما نعرف أنه بيكون في جائحة يهتم أنه ما بيكون فيه يعني بيكون تعليم عن بعد يهتم بالأموشنل أو العاطفة أو النفسية عند طلابنا وعند حتى منسوبين فإحنا بدأنا هذا البرنامج عند المديرة خاصة مسؤولة عنه فهذا كمان ساعد أنه نتعامل مع الأزمة بشكل سليم لأنه هذا البرنامج والفريق يساعد المنسوبين ويساعد الطلاب فكانت هذه نقطة قوة أنه إحنا وضعنا خطة بدأنا على طول تعديل السياسات والآليات عندنا فرق جاهزة للتعامل مع الأزمة هذا غير طبعاً أنه وجود بنية تحتية عليها الشيء الثاني كمان أنه إحنا وفرنا تدريب متزامن وغير متزامن وفرنا تدريب متزامن بشكل دوري للمعلمين وإحتياجاتهم المختلفة يعني ممكن المعلم لازم يحضر كل التدريبات حسب احتياجها وفرنا تدريب غير متزامن مع منصة أعناب لمنسوبين أنهم يقدرون يحضرون دورات معينة وخصصنا لهم إيش الدورات اللي حبينا أنهم يحضرونها على أساس أنه كلما كان الشخص متدرب ومتجهز كلما كان نفسياً مستعد أكثر للأزمة ممتاز ممتاز طيب لو رجعتي بالزمن اللي وراه طيب إيش الشيء اللي مدارس التربية الإسلامية وأسماء قاضي حيعملوا بحيث أنهم يزيدوا من مرونة المدرسة للتعامل مع الأزمة جميل طبعاً هذا مهم جداً يعني إحنا زي ما قلنا إحنا عندنا كان بنية تحتية وكنا عندنا نظام إدارة تعلم مسبق مع المدرسة يمكن الشيء اللي أنا ممكن أغيره لما نبدأ يعني لو رجعنا الوراء أنه ندرب المعلمين وندرب الطلاب على الحصص الافتراضية يكون في حصص إثرائية هي الحصص الافتراضية ويتعودون على طريقة الحصص الافتراضية لأنها بالنسبة لهم هذه كانت جديدة وأعتقد أغلب البلدان يعني كان بالنسبة لهم الحصص الافتراضية جديدة فالتدريب على الحصص الافتراضية يمكن كان يقلل شوي من التوتر هذا الشيء الثاني والأهم أننا نعود الطلاب وندربهم على تحمل المسؤولية هذا ما كان شيء نركز عليه كمدارس بشكل عام في المملكة العربية السؤولية هذي كيف الواحد ممكن يسويها؟ هذه هي بمهارات الحياتية اللي إحنا أصلاً جبنا برنامج كامل لأننا عارفين أنه الطلابنا يحتاجونها من قبل الأزمة مهارات حياتية كان صارت أقوى يعني يمكن إحنا باديناها في بعض المراحل اللي إحنا نودنا أنها من الصغر والآن هي تبدأ من أولى ابتدائي ونسمي برنامج حياة محمدية وندربهم على هذه المهارات الحياتية كيف يتحملهم المسؤولية وكل هذه المهارات والقيم المهمة اللي يحتاجها الطالب في حياته عشان إحنا كمدارس لما يأتي الاختبارات لما يأتي الواجبات ليش ما جبتك واجبك؟ نركض وراهم ومعودينهم على أن ندخلهم الحصص يلا يلا دخلوا الحصص الحصص بدأت لازم يكون عندهم حصص المسؤولية وهذا اللي خلى الأهل يمكن يتعبون مع الطلاب في البيت أنه ابنك ما دخل للحصص لو عندهم حصص المسؤولية كان دخلوا الحصص ما يحتاج أحد يتابع معاهم دخول الحصص الفتاضي فهذه الأشياء اللي لو بدأنا من أول كان بس يعني إحنا كمدرسة أعتبر محمد الله متقدمين لأنه أصلا بدأنا في البرنامج يمكن صار لنا ثلاث سنين نشتغل على العمل على هذه المهارات حق الحياة المحمدية ونعمل منهج كامل ما قدرنا نبدأ على طول لأنه قاعدين نشتغل على المنهج كامل بس بدأنا هذه السنة مع الصفوف الأولية وحسيت الفرق في الطلاب أيوة طبعا وحتى تمستوا نترجى البرنامج أيوة طبعا بس أنه بيكون أثره أقوى لو أنه بدأناه وجهاً لوجه الآن مع الانلاين يختلف تماماً لو كان وجهاً بوجه هذه البرامج الخاصة بغرز القيم أو بناء الشخصية عند الطلاب يعني هي برامج جداً مهمة ولكن أنا أشوف أنه الأهم من ذلك هو تطبيقها أنك تخلقي تجربة حياتية فعلية تجربة يخوضها الطالب بكافة حواسف بحيث أنها تصبح عادة بالنسبة له يعني مثلاً داماً من القيم اللي داماً نزراحها في الطلاب أو بيحفظوها هي مجرد قيم بيحفظوها بدليل أن ما بنشوفها في ساحة المدرسة ما بنشوفها في الفصول ما شفناها وقت الأزمة يعني واحدة من الأشياء الجداً مؤثر استماعت إليها في الفترة السابقة بيقولوا إحنا فشلنا في بناء شخصيات الطلاب بدليل أنه لما جاءت الأزمة الكل بيتحدث عن الدافعية معناته إحنا ما كنا بنعدهم إعداد صحيحة كانت الغاية من التعليم غير واضحة أساساً لأنه بينجوا في الأختبار راح المعلم راح الرقيب اللي عندهم خلاص ما في محاسبية وما في دافعية وكل هذه الأشياء فأنا أعتقد أن الجائحة يمكن كان من هذا الشيء الإيجابي فيها أنه خلانا ننظر نظرة واقعية سمحي لمدى جودة تعليم أنا سمحي طيب إيش كان أصعب موقف بالنسبة لكم خلال الجائحة هذه أصعب موقف في التعامل مع المعلمين في التعامل مع الطلاب أولياء الأمور طبعاً هو أصعب موقف أنه يكون في طلاب عندناك في المدرسة وما تعرفين ظروفهم اللي قاعدين يمرون فيها في حياتهم فأحنا يعني أول ما بدأنا السنة لما جاءنا لسة أسماء طلاب غير متعام يعني ما يحضرون أو عندهم مشاكل أو أكاديميين ضعاف قررنا مع المديرة العامة كمان للمدارس أنه نجتمع معهم نجتمع مع أهلهم فلما اجتمعنا صراحة أثر علينا موقف كثير لما عرفنا من الأب أنه الأم الطالب متوفية صار لها بس سنة وإحنا ما كنا نعرف يعني فكان تعاملنا مع الطالب بيكون مختلف وهذا يعني الحمد لله أننا سوينا هذه الخطوة أننا تواصلنا بشكل مباشر معهم واجتمعنا معهم عشان نساعد هذا الشيء فهذا كان موقف جدا مؤثر بالنسبة لي أنه الطالب موجود صار له يمكن شهر كان ما كنا نعرف عن ظروف الشخصية فالمدرسة إذا ما رحت سألت وما استفسرت ترى مو دائما أولياء الأمور يقدرون يتواصلون ويبلغون على الأشياء التي تصير فعلا مهمة هذه الخطوة وكيف لو واحد يقدر يزرع المرونة عند أولياء الأمور لأنه لاحظت أنه هذه حتى أنا كولية أمر يمكن ما كانت موجودة عندي كان فيه تأفف كثير من تغير الأنظمة من أكتر من منصة وواحد بيستعملها فكيف ممكن ندعم المرونة لدى أولياء الأمور أيضا كل ما كنا أوضح مع أولياء الأمور وكل ما كان التواصل معهم بشكل مباشر مع إدارة المدرسة أو مع المعلمين كل ما صار فيه عندهم يعني مرونة وتقبل أكثر لكن كل ما طنشنا وما تكلمنا معهم وما أرسلنا لهم أو ما ردينا عليهم كل ما صار في حالة تضايق غضب وكل ما كان فيه في بداية السنة يعني جلسة مع الأولياء الأمور ناقشهم بالتحديات ناقشهم بالآليات ونناقشهم أنه إحنا كلنا إجداد على هذه الأزمة ممكن فيه أشياء بتتغير نحتاج صبركم معنا كل ما صار ومتقبلين أكثر البعض يمكن ما يحضر هذه الجلسة أو هذه المشكلة يمكن اللي نعاني فيها كمدارس في المملكة أنه مو جميع أولياء الأمور نسبة قليلة اللي تحضر لكن على الأقل هي مفتاح أنه إحنا ترى يعني حتى لما يكون أحد مضايقتر إحنا سوينا جلسة يمكن أنتم ما جيتوا المرة الجاية نبغاكم تكونوا الموجودين فيصير عندك يعني يصير عندهم يقولون أوه أوكي هم كانوا مسوين جلسة كمان فيديوهات ترسل لهم توعوية عن كيف يتعاملون مع أبنائهم كيف يتعاملون في الحصة ورش عمل للولي الأمر مو بس جلسة ورشة عمل كيف يستخدم النظام لما سوينا ورشة عمل لأولياء الأمور كيف يستخدمون النظام كانوا مشاعرين بالريحية أكثر لأنهم ما كانوا عارفين كيف يستخدمونها كل هذه الأشياء تخلي ولي الأمر مرن أكثر في التعامل مع الأزمة والحمد لله يمكن صار عندنا صيد أفضل بالتعلم عن بعد لأنهم صاروا يرون المجهود اللي المدرسة تشوفها خلال الحصص الافتغاضية فيقولون نحن ما كنا نشعر بهذا الجهد اللي يقدم إلا لما شفنا التعليم عن بعد صحيح صحيح وأنا أول أم أقول لهم أنا تربوية وكنت معلمة لكن لما صدت أم ومعلمة في البيت كان جدا صعب دكتورة أسماء واحدة من أبرز المشاكل اللي ظهرت في الساحة بعد ما نقلنا تعلم عن بعد وعمل عن بعد هي الاحتراق الوظيفي بحيث أن المعلمة أو المعلم وحتى القائد يشعر أنه حقيقة يعمل على مدار الساعة بدون أي راحة ومتوقع منه أن يرد على أولياء الأمور وعلى الطلاب ويعطيهم تغذية راجعة ويحضر دروسه كلها في نفس الوقت فكيف نوازن بين أنه أنت لازم تكون مرن وتتعلم ويكون عندك مهارات جديدة وبين العناية الذاتية بحيث نمنع هذا الاحتراق الوظيفي أنا أعتقد هنا الأهم نقطة هي المقدرة على تنظيم الوقت واللي أنا لاحظت يمكن هي مشكلة عندنا في السعودية بشكل عام موضوع تنظيم الوقت أو إدارة الوقت وهذه قد تكون أثرها بسبب أنه ما كانت موجودة في المدارس كتدريس وتعليم أو تجهيز فأثرت على الجميع تلاحظ أن الأهل اللي عندهم قدرة على تنظيم الوقت أبناؤهم متعودين على تنظيم الوقت ويسرون أكثر في تنظيم الوقت والعكس صحيح وتلاحظ المدرسة اللي معودة على الطلاب على تنظيم الوقت فهنا الشخص لما يكون عنده تنظيم وقت ويعرف ينظم وقت بشكل سليم بين البيت وبين العمل هنا يحافظ على أنه ما يحترق وظيفيا كمان ذكاء العاطفي هنا له دور لأنه هو يصير ياخذ راحة يعرف أنه لازم ياخذ راحة كلما أخذ راحة كلما تجدد الطاقته في مشكلة أنه الناس تعتقد أني أنا لما أخذ راحة معناها أني أنا ضيعت وكتي إيش المشكلة اللي يصير أنه أنا قاعد أشتهد 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 وتركيزي يقل أنا ما قاعد حتى لو قاعد سبع ساعات تركيزي قل فأنا لازم أخذ راحة يعني أنا يمكن كثير يعرفوني أنا أشتغل يعني يمكن لكني دائما لازم أخذ بريك يعني أخذ وقت أريح فيه ويعني ما أسير يعني قلق عشان أقلل اللي يقلق عندي فلما أدير الوقت بشكل سليم بين راحتي النفسية وبين عملي يقلل من الاحتراق الوظيفي ولما أكون مستمر في تدريب نفسي وتطوير نفسي كمان بشكل مستمر أني أتطور ما أقول خلاص هذا الجزء اللي أنا عرفه ما أحتاج أطور نفسي فيه كل ما صرت مستعد لأي شيء يجيني بشكل مفاجئ طيب وأنا كمدرسة إيش ممكن أعمل من سياسات بحيث أمنع الاحتراق الوظيفي عند العاملين معايا كل ما بنيت نظام متكامل سهل الاستخدام كل ما قللت الاحتراق الوظيفي كل ما صار عندي بنية تحتية قوية تجمع بيانات وتساعد المعلم على أن يأخذ البيانات من أي جهة كل ما كان الوضع أسهل كل ما سهلت العمل والآليات على المعلمين في في تجهيز الخطط وفي كل ما أسهلتها كل ما صار وضوح أكثر كمان وضوح كل ما صار في سياسات وآليات واضحة ونتبعها كل ما صار الاحتراق الوظيفي أقل لأنه أكثر شيء يوتر المعلمين تغير السياسات تغير الآليات أو الناس ما تلتزم بسياسات والآليات اللي إحنا سوناها كمدرسة واللي يمكن أغلب المدارس مموجود فيها عندنا إدارة جودة تساعد في تجويد هذه العمليات وتتأكد من تطبيقها بدون إدارة جودة مستمرة يتعبون وهذا يبان لما يجي الدعم لما يجون اللي هما الفريق اللي هو الأكريديتيشن فريق الاعتماد لما يجي إذا ما كان فيه أصلاً جودة في المدرسة المدرسة ستنقل بفوق تحت تجهز وتعد الملفات والناس تجتهد وليل نهار تشتغل عليها لما يكون فيه فريق قاعد بشكل مستمر يتابع لما يجي الاعتماد هذه الملفات ناكل شيء جاهز ما يحتاج أننا نقعد نجمع الأدلة موجودة بشكل مستمر فريق الجودة كيف بيستعمل البيانات أو إيش علاقته مع فريق البيانات طبعاً بالنسبة لنا حلنا فريق البيانات تحت أصلاً فريق الجودة نقارن بين البيانات ونشارك البيانات مو فقط مع القادة مع المعلمين كمان ونشارك معهم التحسن وهذا بان الآن هذه السنة صار الكل يتكلم ويتحدث بلغة البيانات وهذا ما كان موجود قبل لأنه بسبب مشاركتنا ومشاركتنا معهم تأثيرها يعني هي البيانات مو فقط أشارك البيانات ويلا نرميها ونرجع نكمل لا هي كيف أقدر أستخدمها وسوي خطة عشان أتحسن وأتطور صحيح طيب دكتورة أسمن شايف فيه كثير ملاحظات فخلينا نبدأ بالأسئلة لكن خلينا قبل ما نبدأ بالأسئلة إذا عندك أي كلمة أخيرة حابة تشاركينا بيها أيوة كلمة أخيرة إنه إحنا في عملنا كمعلمين أو تربوين متغير بشكل مستمر ونعيش في زمن متغير ونواجه أجيال متغيرة بشكل مستمر فإذا ما استمرنا بالتطوير والتغير رح نرجع الوراء وما رح نقدر نستمر ولا رح نقدر نأثر على طلابنا الكلمة اللي يستخدمونها هيقولون أنا تعلمت كده وهذا فادني هذا ممعنى أنا رح يفيد الجيل الجديد فلذلك لازم نتغير ولازم نتطور في ناس عندهم 15 سنة خبرك أنها سنة واحدة خبرة ليه؟ لأنهم يعيدون نفسهم كل سنة وفي ناس عندهم ثلاث سنوات خبرة عن 15 سنة خبرة ليه؟ لأنهم دائما يتجددون ويتطورون ويستخدمون أساليب كثيرة فأنا أقول لا تعيد نفسك كل سنة حاول التطور وتغير وتجدد عشان تستمر في دائرة التغيير والتطوير وعشان ما تستغرب لما يجيك شيء جديد تكون أنت متعود عليها صحيح صحيح شكرا لكي دكتورة أسما كفتي ووفتي وحقيقي الحديث عن المواضيع الخاصة بالتكاء العاطفي دائما مهمة في مجتمعنا لأنه نوعا ما يعتبر المجال جديد علينا وحتى الأدبيات المكتوبة باللغة العربية في هذا المجال والدراسات الخاصة بالمنطقة تعتبر جدا قليلة مقارنة بالبرامج والأدبيات الموجودة باللغة الإنجليزية لكن إن شاء الله نعرف أول الطريق ومستقبل قدامنا بحيث أن نطور من هذه البرامج ونشوف إدارات ونشوف طلاب على درجة عالية من الذكاء العاطفي شكرا لك دكتورة أسمون شكرا طيب خلينا نبدأ بالأسئلة هنا في ملاحظة أو جملة أثارة احتمامي اللي هي أن إطلاق المشاعر بلا ضبط يخلق العشوائية في الإدارة وكان هذا يعكس حديث سابق بينه وبينك إنه كيف الواحد يشارك مشاعره بطريقة ما تكون عاطفية بزيادة وما تكون احترافية صحيح؟ صحيح صحيح تبغاني أعلق تفضلي لأنه مشاركة زيادة عن اللزوم قد تسبب أثر رجعي فأنا لازم أعرف أوازن يقولونك هي زي شعرة معاوية أعرف أوازن بأنني أشارك عادي يعني أنا لما يجي معلم ويحكي لي قصة أنه مثلا توفت أمه أو توفى أبو أو توفى شيء مم معقولة أني أنا أقعد بوجه زي الحجر وما عندي أي مشاعر وأقول له إيو بس عندنا عمل لازم نكمله يعني هنا معناها أنه أنا ما حسسته بأهميته فأنا هنا لما تعاطف معاه وتأثر بالعكس هذا يعطيه شعور أنه أنا إنسان وأنا أشعر فيه كإنسان فيحس أنه القائد يشعر فيه فمشاركة بالمشاعر مو معناه أني أنا زي ما قلت أصرخ في الآخرين أو أني أنا أقعد أبكي طول الوقت كلما صار مشكلة وأقول له أنا قاعد أشارككم مشاعري لا أنا لازم أعرف كيف أتحكم فيها بس أنه عادي أبتسم عادي أكون مبسوط عادي أكون جاد عادي أني أنا اضايقت لما أحد صار له شيء ضايق يعني هذه كلها مشاعر طبيعية يمر فيها الشخص بس أنه يكون متحكم فيها بشكل مهني ممتاز طيب وانت بتتكلم كده خطر على بالي سؤال ممكن يكون سؤال في تحييص شوية لكن هل حقيقي أنه السيدات عندهم ذكاء عاطفي أفضل من الرجال؟ سؤال ممكن يكون تحييص في بعض الدراسات اللي صارت ما في يعني يعني شيء أكيد بس في بعض الدراسات يعني لما سووها صار في أنه عند مثلا القيادات التعليمية كإناث أنه في أعلى كان على التأثير لكن هذه الدراسات ما هي دراسات يعني ما تعطي يعني إطلاق كامل عليها أو حكم كامل بحكمها المرأة عاطفية يمكن أكثر لكن زي ما قلت هنا الفكرة أنه والرجل صراحة مظلوم من ناحية أنه يشعر والمجتمع يشعر أنه هو إذا عبر عن مشاعره معناها هو ضعيف وهذه المشكلة وهذا اللي قاعد يسير في المجتمع لما يجي الولد يعبر عن مشاعره أنت ولد كيف كده تعبر فهذا اللي أثر عليهم خاصة في مجتمعنا أنا أشعر لذلك لما من البداية نعلمهم أنه عادي التعامل مع مشاعر عادي أني أشعر بالناس عادي وهذا لما يعتبر ضعف وأحكم بين العقل والعاطفة مهمت جدا لكن الدراسات كثيرة في بعضها تقول ما في فرق بين الثنين في بعضها تقول مثلا النساء أكثر يعني ما فيها حكم مطلق صراحة طيب أوكي تلاقي السيدات زعلوا شوي اللي هنا موجودين طيب ماذا عن الأبحاث التي خلصت إلى أن مفهوم أو مصطلح الذكاء العاطفي غير حقيقي وغير صحيح فيه بأبحاث أو دراسات بتقول كده؟ لا أنه غير صحيح من أي ناحية في دراسات تقول في دراسات تقول أنه قد يستخدم بشكل سيء أو قد يستخدم في اللعب في مشاعر الآخرين أو التأثير عليهم بشكل سلبي لكن برضو الرد على هذه التعليقات أنه إذا استخدم بشكل سلبي ما هو ذكاء عاطفي هذا اسمه استغلال فمعناها أنه ليس ذكاء عاطفي ذكاء العاطفي التأثير بشكل إيجابي أوكي ما هو دور دوركم دكتورة أسماء في نشر الخبرات في المنطقة والبيئة التعليمية وهل اكتفيتم فقط بمحيط مدرساتكم؟ بالله صراحة أنا مرة يهمني أن يكون في أثر بهذا بشكل إيجابي على المجتمع ومن الأشياء اللي عملت عليها على أساس أني أساعد في نشر هذه الفكرة اللي هي تقديم الدورة على منصة أعناب لأنني أعرف أن منصة أعناب تقدر تقدم مفتوحة دورة لجميع المجتمع العربي فالممكن الكل يأخذها فأنا حرست أني أعطي دورة عن الذكاء العاطفي وعن كيف تطويره في منصة تصل للعرب لأنه موجود في الأجانب والغرب بكثرة والتدريب عليه بكثرة لكن يوجد شح عن الموضوع في المنطقة العربية وكمان في كذا مدرسة طلبوا مني أقدم الدورة وقدمت لهم الدورة وساعت معهم فأنا يهمني فعلا أني أنشر هذه الخبرة ما يهمني أني تكون فقط في محيط مدرستي فقط لأنه يهمني أنه يكون في تأثير بشكل إيجابي على التعليم في السعودية شكرا لك طيب عندنا العبارة هنا برضو استوقفتني وهي أن الذكاء العاطفي عن بعد قد يكون أصعب من الذكاء العاطفي وجها لوجه بسبب عدم وجود لغات التواصل الجسدية وأهمها التواصل البصري فكيف الواحد يقدر يمارس الذكاء العاطفي عبر الشاشة فقط أنا مني شايفة الشخص وكثير كمان من السيدات ما يفتحوا الكاميرا فأنا حتى ما أشوفهم يدوبك أسمع صوتهم فكيف إحنا ممكن نكون على حس عالي من الذكاء العاطفي طبعا أول شيء أنا أقوله ومهمه هذا الطبقة كمان مع فريقي نشجع على فتح الكاميرا في الاجتماعات الافتراضية أو في الحصص الافتراضية لأنه فتح الكاميرا يعطي على الأقل تواصل البصري عن بعد فما يصير في التواصل البصري عن بعد أنا أعرف أنا ونما أسوي اجتماع مع فريقي أعرف لما شخص مضايق وروح بعدين أسألك حسيتك مضايق من الاجتماع إذا ما كان فيه شخص رافض أسير دائما أسأل أسئلة وتأكد أو حتى أتكلم معاه وأشعر بصوته نبرد صوته مراتبان إذا هو حزين أو هو غير حزين فما أحاول أشدها ولا أتأكد أن الشخص يعني مرتاح في الكلام ما أتخذ قرارات بس بناء على اللي استمعت أو بناء على المكتوب لازم أبحث أكثر يعني يمكن لما نكون وجها لوجه خلاص أعرف أكثر الموضوع لما يكون عن بعد ليه لأنني لازم أبحث أكثر وأتأكد أن الشخص مثلاً كان هذا قصدة أو إلا كان هذا فمهم جداً أنه يكون فيه لو حتى عن بعد تواصل بصري وأدعمهم حتى لو أقولهم ما حتاج أسجل ما راح نسجل عشان ناس تتشجع أنها تفتح الكاميرا عشان يصير فيه تواصل بصري معهم يعني فرق لما أنا أشوف وجه الشخص من لما أشوف ألف عين ولا ميم عين ولا سين عين وأتكلم معهم بس كمان أقدر أركز على نبرط صوتهم لأنه نبرط الصوت مهمة جداً يعني تبين لما يكون الشخص حزين أو متضايق صحيح وأنا كمان واحدة من المشاكل اللي دائماً ألاحظها أنه لما الواحد بيقرأ إيميلات أو بيقرأ حتى في الملاحظات في الشات أنا ما أعرف نبرط الصوت فممكن الواحد يعترض أن الشخص غاضب هو ما يكون غاضب يكون بيمزع مثلاً فهذه واحدة من الأشياء الواحد ينتبه لها ولا ممكن يقع في بعض المواقف المحرج الصراحة صحيح ولذلك حتى هم صاروا يحطون ليش يحطون إيموجيز الحين على أساس أنه الواحد حتى لما يقول كلمة جدية يحط معها ابتسامة تخفف شوي من جديتها فيصبحوا يقولون أوكي هو مبزع لنا الحمد لله صحيح طيب الأخواني وأخواتي من المشاركين هل في أي أسئلة ما زال عندنا تقريباً أقل من عشر دقائق أبل ما الحضور يحط الأسئلة أنا بسألك دكتورة أسمى خلال عملنا مع بعض في أكثر من مشروع وحتى إحنا في إمكان في مشاريع مختلفة كانت من أكثر الأشياء اللي لاحظتها صعبة على المعلمين والمعلمات هي التأمل والتأمل يعتبر يعني حجر أساس في رفع الوعية الذاتي عدم قدرتنا على التأمل والتفكر تنعكس في عدم قدرتنا على معرفة موقعنا من آداءنا الوظيفة وحتى من ناحية عاطفية إحنا زعلانين إحنا مبسوطين لأننا دائما نضع حواجز أو نحطين نفسنا صورة معينة لا نرغب بهزها ومن أدلة أو من أوجه ذلك السلبية أنه أي تقييم ذاتي بينتهي أنه الشخص بيقيم نفسه أنه دائما متميز ما يكون بمصداقية عالية مع نفسه بآداءه الوظيفة فبناء على خبرتك كيف إحنا ممكن نرفع من مصداقية التأمل لدى المعلمين بحيث أن يصبح فعلياً آداء ترفع من مستوى وعيهم الذاتي جميل أولاً وأهم شيء أني ما أربط تأملهم بتقييمهم ما أقول أنت تأملت ويصير لما هو يقول شيء سلبي أقول أنا أحطه بتقييم أصلاً أنت قلت أنك أنت ما سويت لما جدت تأملت فأنا رح أنقصك فأنا لما هنا أربطه بتقييمهم يصير في عندهم خوف هذا رقم واحد اثنين أنا لازم أكون قدوة في التأمل أمامهم أجي أنا أتأمل وأقول لهم أنا لاحظت أني في الاجتماع السابق يمكن أنا شديت عليكم بالكلام أو أنا لاحظت أني أنا قلت كذا أنا أعتذر من هالشيء ولما تأملت فكرت بهذه الأشياء واش رايكم يعني هما لما يشوفوني أنا أتأمل وأنا عادي أني أشارك معاهم هذه المشاكل يشعرون بالأمان لما أخذ أنا منهم تغذية راجعة وما أقول لهم لا أنا ما كان قصدي كذا وأداء أصير دفاعية لما أخذ التغذية راجعة برضو يصيرهم عندهم تقبل للتغذية راجعة لما أنا أكون دفاعي لما أجي أخذ تغذية راجعة منهم هم كمان رح يكونون دفاعيين لما يأخذون تغذية راجعة فالتأمل لازم أول شيء يكون قدوة وساعدهم على التأمل لازم يكون جزء روتيني يومي أنه خلينا نتأمل يلا ونحطه زي رفلكشن في نهاية الاجتماع مثلا خلونا نتأمل ويكون أساسي جزء أساسي إيش نقطة القوة وإيش نقطة التطوير ما أحد يقول بس نقطة قوة ويروح لا أنا يعني كنت دائما أأكد على فريق أنه لا أعطوني نقطة تطوير يعني حتى لما أجتمع معهم يقول أعطوني نقطة تطوير يقولون يا دكتورة ما في كده أقولهم لا طيب نصيحة أعطوني نصيحة أبغى حسسهم أنه عادي يعني الواحد عادي يشارك الآن خلاص ستار ما يحتاج يجون يقولون اللي بوجهي ويشبون عارفين أنه ما رح أأخذه بشكل شخص فهذا الشعور بينهم يخليهم حتى هم يشعرون أنه عادي يقولون وفعلا والله يصاروا يجون يقولون لي أنا سويت مشكلة مصيبة تصار كذا 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 فصاروا هم حتى يحسون بالراحة لأنهم يعرفون أنه أنا أدعمهم في التطوير ما رح أتصيد لهم أخطاءهم صحيح صحيح وكمان عن طريقة النمذج أنت يعني كنت نموذج أمامهم بتقيمي نفسك وبتعطيهم برضو التغذية الراجعة الخاصة يعني أنت تغذيتك الراجعة لنفسك وشايفين أنه عادي ما هي مشكلة طيب في عندنا هنا ملاحظتين أو سؤالين نحن كمدرسة متخصصة في الطفولة المبكرة من روضة إلى ثالث تبتدائي كيف ممكن نتعامل مع الطلاب عن طريق التعليم عن بعد نتعامل معهم من أي ناحية الطفولة المبكرة طبعا أصعب شيء للطفولة المبكرة في التعليم عن بعد لذلك هنا يمكن أهم شيء عندهم التواصل مع أولياء الأمور ودعم أولياء الأمور وتوضيح أهمية للتعليم عن بعد لأنه اللي قاعد يصير الآن أكثر الانسحابات تكون في هذا العمر بسبب شعورهم بأنها غير يعني أنها غير مهم لأنه صعب فهو أصعب شيء يمكن الصغار وأنا أشوف هذا يعني مع ماندنا كمان في المدرسة لكن التواصل مع أولياء الأمور بشكل مستمر هو المهم كمان يصير في بعض الطلاب يمكن يحتاجون دعم شخصي وهذا حتى الوزارة يعني وضحت أنه عادي مسموح أنه إذا طالب ما هو قادر يوصل ويحتاج دعم وجها لوجه نقدم له الدعم وجها لوجه لكن مهم أنه نتأكد أنه منوصول معلومة هذا كمان غير أنه في برامج مختلفة كثيرة تقنية تساعد على اندماج الطلاب في التعلم إذا استخدمنا المحاضرة الطلاب يتفشون ويسرون حتى يقولون لأهلهم ما نبيل الحصة لكن لما نستخدم برامج مختلفة تقنية كثيرة الطالب يصير يزن أنا أبغى أحضر أنا أبغى أحضر مسابقات عن طريق كهوت عن طريق بادلت صراحة تقنيات كثيرة تجذب انتباه حتى الصغار وتساعدهم على اخدامه هناك هناك وحدة يكتب على الورقة وصور لي الورقة ووريني الورقة ليه فيه تقنيات كثيرة الآن تهل الموضوع فأنا لما خليه ممتع لهم ممكن أجذبهم أكثر وهذا نرجع هنا نتأكد أنه فيه تطوير مستمر المعلمين عشان يعرفون يستخدمون هذه المرامج أوكي ممتاز كيف نعمل على مقاومة التغيير في مجال تقبل الذكاء العاطفي في العملية التعليمية خصوصا في التعلم عن بعد بحجة نقص الأدوات والموارد لدى المعلمين والطلبات تعدي لي سؤال مرة ثانية أنه كيف نتعامل على مقاومة التغيير في مجال تقبل الذكاء العاطفي لأي أنت تطرحي برامج الذكاء العاطفي وفي ناس بتقاوم هذا البرنامج هذا هو السؤال أوكي لأنه طبعا أنا أول ما أبدأ معهم لازم أشرح لهم إيش ما أبدأ على طول بالبرنامج بدون ما أشرح لهم الهدف من البرنامج كل شيء لازم نشرح الراشنال أو الهدف منه وليش إحنا قاعدين نشتغل عليه فأنا لما أشرح لهم أهمية وأجيب لهم الأبحاث التي تدل على تأثيره على معرفة الأكاديمية للطلاب هنا بيشعرون بأهمية وبيصرون أن هم الناس اللي متحمسين عليه لكن إذا بدايت البرنامج ولا حسستهم بأهمية بيعتقدون أنه مضي على الوقت لأنه هم مو عارفين علاقة بتعلم الطلاب فأنا لازم يكون في توعية من البداية بأهمية البرنامج نجيب خبراء يتكلمون عن أهمية البرنامج عشان طبعا كل ما كان فيه خبير يتكلم عن شيء يقدم كل ما صار فيه ثقة عند الأهل ويجاوب عن أسئلتهم لكن لما يتكلم معهم شخص مو عارف ولا يعرف يتجاوب معهم هنا تقلل ثقة فنجيب خبراء نجيب أبحاث تثبت أهمية نوضح لهم بالبيانات البيانات هي لغة يعني عامة الكل يفهمها أنه هذه البيانات ما حد يقدر يجادلنا في البيانات كيف أثر هذه على العملية التعليمية وبكذا يقل المقاومة للتغيير طيب الذكاء العاطفي يعتمد على شخصية الفرد أنا لاحظت أن الفرد كلما ذكاءه العاطفي أعلى أتوقع كانت قدرته على حل المشاكل أعلى أفضل لكن هل تتفق الدكتور أنه لما تكون شخصية الفرد متعددة الأنظمات مثل ديمقراطي ديكتاتوري وما إلى ذلك ويتعامل حسب ملاحظته على طبيعة الشخص وطبيعة المواقف هل يعتبر هذا ذكاء عاطفي أيوة الذكاء العاطفي أني أنا أقدر أتعامل مع جميع الشخصيات المختلفة وأعرف مفاتيحهم المختلفة مو معنى أني أتعامل مع الكل نفس ما أنا أبوأ يعني نفس ببعض لأن الأشخاص يختلفون ففعلا هذه يعتمد على حتى الموقف القيادة يقيد الشخص بناءًا على الموقف بناءًا على الأشخاص اللي موجودين في ناس تحتاج دعم في ناس تحتاج أنك تقول لهم يلا أمشوا أنتوا طلعونا الأفكار في ناس تقول تحتاج أنك تكونوا معهم طول الوقت ففعلا هو يختلف باختلاف الأشخاص بس ما معناها أنه أنا ألجأ للقسوة أو ألجأ لا الذكاء العاطف أني أعرف أن أتعامل معهم بطريقة ذكية وأثر عليهم تأثير إيجابي ممتاز طيب هل في أي أسئلة أخرى؟ أوكي أتوقع كده ننهي الجلسة شكراً لك دكتورة أسما كالعادة متألقة ورائعة جداً استمتعت كثير بإدارة هذا النقاش معاك ودائماً في كل مرة أتكلم معاك مع أنك أنت زميلتي وصديقتي إلا دائماً أخرج بمعلومة جديدة تفيدني شكراً لك دكتورة أسما وشكراً لكل الحضور على أسئلتهم الرائعة أتمنى أن كل من يود متابعة المؤتمر معانا أن يظل في نفس الغرفة بإذن الله الساعة ثلاثة هنتابع بالجلسة المقبلة شكراً للجميع لا تنسوا تقييم الورشة الآن هنضع الرابط شكراً للجميع شكراً لك شكراً دكتورة أسما هذا رابط التقييم شكراً لك مع السلامة أبسا